سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة سيدنا يوسف عليه السلام الحلقة الخامسة يا جماعة في المرة الفاتت تتذكروا لما قلنا أن يوسف لما شاف أخوانه ومعهم بنيامين قال لي رئيس عمال الخدمة بتاعه أنا عايزك تسوق الجماعة ديل وتوديهم بيتي لأنني أنا الليلة عزمون عزمون أي رئيس عمال الخدمة فعلا نساق أخوان يوسف ووداهم لي بيته لكن لما وصلوا هناك خافوا جدا افتكروا أن يوسف جايب هناك بسبب الفضة الرجعت في شوالاتهم في المرة الأولى وعشان كده عاوز يعاقبهم ويعملهم عبيد وياخد حميرهم أخوان يوسف يا جماعة كانوا مقلقين جدا عشان كده كانوا بيتكلموا عن الموضوع ده وبيقولوا هو يا جماعة الراجل ده جايبنا هنا عشان يبقينا عبيد ويشيل حميرنا بسبب الفضة الرجعت في شوالاتنا المرة الفاتد وعشان كده نحن لازم ننادي الراجل اللي جابنا هنا ده ونكلموا بالحصل أيوة فعلا ده فكرة كويسة جدا يا سيد يا سيد نعم خير فيش نيال يا معا معكم يا سيدي نحن جينا لبلدكم في المرة الفاتد عشان نشتري تموين وفعلا اشترينا التموين ودفعنا تموين فضة لكن ونحن راجعين فتحنا واحدة من شوالاتنا عشان ندي عليها للحمير لقينا فيها الفضة اللي هي كانت تموين الشوال ولما روصلنا لبلدنا وفتحنا باقي الشوالات استغربنا جدا لأنه كل واحد فينا لقى الفضة بتاعته جوه شواله وماعرفنا الخطاها اللي نملو ودي الوقت نحن جيبناها معانا عشان نرجع عليكم تاني وبرضو جينا عشان نشتري تموين تاني وحندفع تموين طبعا يا جماعة تموين ما تخاف يمكن إلهكم أن نعم عليكم ووضع عليكم كنز في شوالاتكم لأنه فضتكم ما كنتوا دفعتوها وصلتنا وبعد كده رئيس عمال الخدمة دخليهم شمعون ويجاب ليهم موية عشان يغسلوا رجليهم حسب عادة استقبال الضيوف وقد حميرهم علفه موية وهم كمان جحزوا الهدية بتاعتهم في انتظار وصور الحاكم في الظهر لأنهم عرفوا إنهم حيتغدوا معاه وسيدنا يوسف عليه السلام لما وصل أخوانهم نحنوا ليهوا باحترام وقدموا ليهوا الهدية المشكلة بتاعتهم وهو حياهم كيف حالكم يا جماعة؟ الله بخير الحمد لله الحمد لله الحمد لله أبوكم الكبير اللي كنتوا كلمتوني عنه كيف حاله؟ هو حي بخير يعني؟ نعم يا مولاي أبونا الحمد لله حي بخير وده أخوكم الصغير الحكيته ليه عنه كمان؟ وبعداك سيدنا يوسف تلفت علي شقيقه بن يامين وقال ليه الله يخليك وفي اللحظة دي سيدنا يوسف كان متأثر جدا لما نشاف شقيقه عشان كده مشى بالسرعة الأوتو الخاصة وبيقى يبكي هناك ولما هدأ عسى الوشه ورجح تاني لأخوانه وقال لي عمال الخدمة يلا يلا كلموا التباخين عشان يجهزوا لينا الغدع وبسرعة يلا يلا حاضر أمرك يا مولاي يلا سرعة والتباخين عمال السفرة جحزوا الأكل وجحزوا لسيدنا يوسف أكل براهم وجحزوا لأخوانه أكلهم براهم وجحزوا للمصريين المعزومين كمان كلهم جحزوا لهم الأكل براهم لأن المصريين حسب عادتهم كانوا بيحتبروا أن الأكل مع الكمعانيين حرام وبعد تجهيز الأكل عمال السفرة قعدوا أخوان يوسف جدامه حسب أعمارهم بالترتيب من البكر لأصغر واحد والموغل ده خلى أخوان يوسف مستقربين وبيعينوا لبعض عمال السفرة أدوهم برضو كمية من الأكل اللي في مائدة سيدنا يوسف وكان نصب بنيامين قدر نصب أخوانه خمسة مرات والمتعوين كلهم أكلوا وشربوا مع سيدنا يوسف لغاية ما تكفوا بعد ذاك سيدنا يوسف أمر رئيس عمال الخدمة وقال ليهو عمل شوالات الجماعة ديل بحبوب المحاصيل ليه آخرة وخد ليه كل واحد منهم فضته في شواله وخد كاس الفضة بتاعيده في شوال الصغير أيوة الصغير منهم ومعاها فضته أمرك يا سيدي وفعلا كل شي تم زي ما أمر به سيدنا يوسف بالضبط وفي الصباح سيدنا يوسف سمح لأخوانه بأنهم يسافروا لكن بمجرد ما طلعوا من المدينة يوسف قال لي رئيس عمال الخدمة يا رئيس عمال الخدمة نعم نعم أولا جم جم حصل لنا الجماعة ديله بسرعة حاضر وتظهر بأن الكاس بتاعين سرق وقل ليهم أنتوا ليه تقابلوا الخير بالشر ليه سرقتوا الكاس البشر باوسيدي وكمان وشهم قل ليهم إنه أنا بستعمله فيه كشف الغاب حاضر يلا سرعة هوي هوي يا جماعة يا جماعة أقيفوا أقيفوا قبلكم فيجنو 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 خير يا فيجنو يا سيدي منو فيكم السرق كاسيدي بتاعت الفضل بيشرب بيها وبيكشف بيها على الغاب كمان معقول لا 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 نحنا ما سرقنا أي شي يا سيدي يا سيدي عيب على عبيدك يعملوا شي زي ده انت شفت حتى الفضل اللي قيناها في شوالاتنا بالغلط نحنا رجعناها لكم تاني أيوة ما في واحد فينا بيعمل كده كيف نحنا سرق فضة أو دهب من بيت سيدك خاصة بعد الكرم الشديد اللي أكرمنا إياه يا سيدي هسا ممكن تفتشنا وأي واحد يتلاقي الكاس في شواله سوقوه طوالي وأقتلوه ونحنا كمان سوقونا عبيد جميل جدا أنا أقول لكم الحل بتاعي البجاهو سارق الكاس هأخذوا عبيد وأخلي الباقين يسافروا ورئيسهم للخدمة بدأ يفتش في الشوالات بتاعتهم ابتدى بالكبير وفتشهم لغاية ما وصل لشوال بنيامين دلوقتي فضل لي شوال واحد للتفتيش شوال أخوكم الصغير يلا كده أفتحوا ليه الشوال ده بسرعة يلا يتفضل فتش يا سيدي أنا ما ممكن أسرق أي حاجة أيوة نحنا كلنا ما حرامي يا سيدي وخصوص بنيامين أخونا ده أمين جدا وما ممكن يصير لك أي شي دلوقتي حنعرف حنعرف شوفت يا جماعة شوفت أنا مش قلت لكم أهو ده الكاس في شوال أخوكم الصغير ده يا ساتر ده شنو ده لا لا أنا ما سرقت أنا ما سرقت حاجة أنا بري صدقوني بري صدقوني بري شنو حصل ده شنو معقول؟ معقول؟ شنو معقول؟ ومن شدة الضيق والألم أخونا يوسف شرطوا ملابسنا ورجعوا كلهم مع رئيس عم الخدمة لسيدنا يوسف تاني في بيته أهو ووضعوا كلهم في الأرض جدامه ويوسف قال ليهم ده شنو يا جماعة؟ ده شنو يا جماعة لعملته ده؟ ها؟ أنتو ما عارفين إنه أنا بعلم الغاب؟ ويا هوزة كان محرق جداً وبدأ يشرح لسيدنا يوسف في الموقف وقال في الحقيقة يا سيدي إنه إحنا ما عارفين إنه أقول لك شنو وكيف نبري نفسني قدامك قال لك كشفنا وفضحنا معاك يا سيدي ودلوقتي أخذنا كلنا نحن عبيد ليك بس أخونا اللي لقيت الكاس في شواله ده ده خليه يمشي أنا طبعاً ما ممكن أعمل كده بس أخوكم اللي لقين عنده الكاس هو الحيكون عبد لي أما أنتو أرجعوا لأبوكم يلا مع السلامة يلا همشوا يا مولاي يا مولاي أنت مغامك كبير وزيف رعون نفسه أرجوك أرجوك أن تسمح لعبدك بكلمة وما تغضب عليه نحن يا سيدي لما جيناك في المرة الأولى أنت سألتنا إذا كان أبونا موجود وعندنا أخو تاني ونحن قلنا لك أنه أبونا راجل عجوز وعنده ولا صغير جايبه على آخر عمره وهون وحيد الفضل له من زوجته راحيل لأنه أخوه شقيقه مات وأخوه الصغير ده أبونا بيحبه بيحبه جداً وحيموت لو ما رجعنا له أها كمله كمله وإنت يا مولاي طالبتنا عشان نجيب ليك أخونا الصغير ده وتشوفه بعينك ونحن يا مولاي قلنا لك أبوه بحبه شديد وما بيستحمل فراقه أبداً طيب وممكن يموت بسبب لكن إنت يا مولاي أصريت أننا لازم نجيبه ليك معنا وإلا ما في لنا أي طريقة عشان نقابل وإنت يا مولاي طالبتنا عشان نجيب ليك أخونا الصغير ده وتشوفه بعينك ونحن يا مولاي قلنا لك أبوه بحبه شديد بحبه أكتر مننا كلنا بحبه أكتر مننا كلنا نعم بحبه شديد وممكن يموت بسببه لكن إنت يا مولاي أصريت أصريت أنه لازم نجيبه ليك معنا وإلا ما في لنا أي طريقة عشان نقابل ومع دين ولما رجعنا لأبونا وكلمناه بطلبك وبسبب استمرار المجاعة أبونا طلب مننا نسافر ونجي لهنا عشان نشتري تموين تاني ونحن ورناه إننا ما حنقدر نمشي مصر بدون ما يكون أخونا الصغير معنا حسب طلبك وأبونا قال لنا أنتوا ما عارفين أن زوجتي راحيل جابت لي ولدين الأول أكل حيوان متوحش فعلا أكل حيوان متوحش طيب طيب عشان كده كان خايف على التاني وقال لنا أنتوا عارفين حيحصل لي شنو لو أخدتوا مني كمان ولا دي دا ولا أقدر الله إن حصل ليه شي حتخلوني أموت بالحسرة والغنب بعد العمر دا طيب أنتوا بالضبط عايزين تقولوا شنو طيب يا جماعة لغاية هنا أنا حقيف وفي المرة الجاية هنواصل بإذن الله تحية زروق أخراك طوما درشيخ الدين ترجمة نانسي قنقر